السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع الارب او الادرس ريزيليوشن بروتوكول واحد من الموضوع المهمة جدا ليه كشخص بيتعلم اساسيات الشبكات الارب هو بروتوكول بيساعد الاجهزة ان هي ترسل البيانات لأي ان كانت الجهة اللي بتحاول انها ترسل لها هذه البيانات ازاي ده بيحصل زي ما كلمنا مع بعض في الOSI موضل في layer 2 او في الطبقة التانية ال data link الاجهزة اللي بتشتغل في data link layer هي السويتشات السويتشات بتتوقف قدرتها على الفهم عند مستوى الماك ادرس في حين ان الجهاز لما بيبعط بيانات انا مش بقول انا عايز ابعط بيانات للماك ادرس كزا انا بقول انا عايز ابعط او ارسل البيانات للاي بي ادرس كزا اذا في الحالة دي احنا في عندنا ممكن نقول مسافة او جاب او عندنا كده هنا مشكلة في معلومة ناقصة عندنا باكت مكتوب فيها destination ip address والsource ip address وعندنا frame مكتوب فيه source ماك بتاعي لكن انا معرفش مين هو destination ماك اللي انا عايز اروح له سهل جدا علي ان انا اعرف ال ip address الخاص بالجهاز اللي انا عايز اتكلم معاه لكن بيكون صعب ان انا احفظ او ان انا اسجل عندي كمان الماك ادرس اذا احنا بينا محتاجين طريقة نقدر من خلالها ان احنا نجيب الماك ادرس بتاع الجهة او الجهاز اللي احنا عايزين نتكلم معاه عشان نقدر ان احنا نكمل البيانات قبل ما نرسلها يبقى عندنا باكت فيها source ip address عنوان المرسل وال destination ip address اللي هو عنوان المرسل اليه وتكون الباكت دي مضمنة جوه layer 2 frame موجود في source mac address وال destination mac address طب نقدر نعمل الكلام ده ازاي نقدر ازاي نجيب destination mac address ده اللي ال address resolution protocol او الارب يقدر يساعدنا اننا نعمله طيب ليه ما نقدرش ان احنا نستخدم الماك ادرس في التحدث او في التواصل داخل نفس الشبكة لان ببساطة شديدة احنا عندنا protocols لازم نمشي وفقا لها البروتوكول هو بيكون عبارة عن agreement اتفاقية بتحدد هو احنا هنتواصل مع بعض ازاي فحسب البروتوكول اللي احنا بتكلم عنها وحسب الاتفاقيات اللي كل نظم التشغيل بقت معتمدها في التعامل مع البيانات وارسال البيانات وخلافه ان انا عندي حاجة اسمها bits الbits دي بتكون موجودة جوا frame الفريم ده بيكون جوا packet او عفوا الbits دي لما بتجمع بتشكل frame والframe ده بيكون جوا packet وال packet بتكون جواها segment والsegment بيكون جواها ال data بشكل row او بشكل يعني ال data اوكي ففي الحالة دي انا عندي زي معايير لازم امشو وفقا لها فما اقدرش ببساطة لو انا بتكلم جوا نفس الشبكة ان انا استخدم الماك ادرس فقط لان ده معناه ان باستخدام الماك ادرس انا حقدر ان انا اجمع او ابني الفريم لكن ماذا عن ال ip address اللي حيشيل جواه layer 4 اللي هي segment ده مش موجود بالتالي ما اقدرش ان انا امشي بهذا المنوال عشان كده احنا محتاجين بروتوكول يقدر ان هو يجمع لنا المعلومة النقصة اللي عندنا الخاصة بيه ايه هو destination ماك ادرس لو لو وجود ال ARB ما كانش عايب عندنا طريقة او وسيلة اخرى نقدر بيها نجيب عنوان الماك ادرس الخاص بالجهة اللي احنا عايزين نكلمها الا طبعا عن طريق ان احنا نخزن الماك ادرس دي بشكل manual طب نخزن الماك ادرس دي بشكل manual ازاي عن طريق ان احنا في النظام التشغيل عندنا كان حيبقى عندنا option او كان حيبقى عندنا زي قاعدة بيانات في قاعدة البيانات دي بنربط الIP address بالماك ادرس المقابل لي فبالتالي لما جهازي يحب يبع بيانات للجهاز دوت هو عارف ان الماك ادرس اللي مربوط بالجهاز ده هو الماك ادرس ده فهيجمع البيانات لكن هل هيكون منطقي اننا لو في شبكة فيها الف جهاز اننا اجمع الماك ادرس ويخزنهم بهذه الطريقة زي ما احنا عارفين مع بعض الماك ادرس يعتبر physical ادرس الادرس ده او الانوان ده بيكون ثابت ما بيتغير حتى لو الشبكة تم تغيير الجهاز اللي كان موجود فيها لكن الIP ادرس هو لوجيكا الادرس فممكن مسلا اكون في شبكة بعنوان 19216 811 ودي الشبكة اللي موجودة في البيت عندي وشبكة العمل نفس الانوان فبالتالي لو انا حطيت الماك ادرس بتاع شبكة البيت بطريقة استاتيك الخاصة بIP جيتوي اللي هو 1.1 لما روح العمل وبافتراض ان الجيتوي اي بي هو هيكون عندي مشكلة ان انا لازم ادخل عد للماك ادرس ده بطريقة يدوية من الاخر مفيش حد بيشتغل يدوي والحمد لله عندنا الادرس ريزوليوشن بروتوكول او الارب اللي بيساعدنا ان احنا نقدر ان احنا نتجاوز عقبة زي كده طيب الادرس ريزوليوشن بروتوكول بيشتغل ازاي ببساطة شديدة احنا عارفين اننا لما بحاول اتكلم مع اي احنا بنحاول الاول ان احنا نجيب النتورك اي دي عشان نقرر هل احنا محتاجين نبعت هذه البيانات لخارج الشبكة ولا الجهاز اللي موجود داخل نفس الشبكة طبعا الحمد لله بغض النظر عن الناتج اي بس انا ببقى عارف الديستينايشن اي بي ادرس اللي انا بحاول اكلمه كمان انا عارف الديستينايشن ادرس بتاعي اللي انا ببعض منه البيانات فبالتالي المعلومات الخاصة ببناء الباكت بتكون موجودة السورس اي بي ادرس عنوان المرسل والديستينايشن اي بي ادرس عنوان المرسل اليه اللي فاضل بعد كده ان انا احط الباكت دي جوه فريم الفريم محتاج معلومتين المعلومة الاولى هو الدستينايشن ماك المعلومة التانية هي السورس ماك السورس ماك انا اعرفه لكن الدستينايشن ماك انا اجيبه ازاي في الحالة دي الارب بروتوكول بيظهر معانا هنا في الصورة الارب بيشتغل بمنطقة البساطة عن طريق انه هو بيجيب لي المعلومة اللي نقص عندي بتبقى شكل من اشكال التواصل داخل الشبكة اللي عن طريقه بتمكن ان انا اعرف الماك ادرس المتعلق او المرتبط باي بي ادرس معين انا بحاول اتكلم معاه الارب او الادرس رزوليوشن بروتوكول هو يعتبر زي بيحمل الرقم 826 وطبعا هو يعتبر بروتوكول بروتوكول خاص وهدفه الرئيسي انه يروح امبرو الشبكة ويسأل يا جماعة مين الجهاز او ايه الماك ادرس المربوط بالاي بي ادرس دوت الجهاز اللي حيكون معان اي بي ادرس ده هيرد على الارب ويقول انا اللي معاي الاي بي ادرس دوت ودي الماك ادرس بتاعي الرد ده حيرجع للشخص او للجهاز اللي ارسل الارب ريكوست في البداية وبالتالي هتكون عند معلومة السورس ماك وبالتالي هنقدر ان احنا نبني الفريم ويتم التواصل عبر الشبكة الارب بيعمل مابينج او ربط ما بين اللير 2 وال 3 ادرس ما بين الماك ادرس وما بين ال اي بي ادرس طبعا محتاجين نسأل ليه يعني هل في الحالة دي هل الاجهزة او هل السويتشات محتاجة او معنى اخر الاجهزة المحتاجة الماك ادرس ولا مش محتاجة الماك ادرس لان تتواصل او هل نقدر نتواصل عن طريق الماك او ال ادرس فقط لأ طبعا احنا بنحاول نجيب الماك ادرس لان احنا هنتواصل عبر السويتشات والسويتشات دي بتكون بتقدر بس انها تفهم الماك ادرس طيب الارب بروتوكول بيشتغل ازاي بمنطقة البساطة الارب بروتوكول بيشتغل في الشبكة عن طريق رسائل خاصة وباستخدام هذي الرسائل بيقدر الجهاز اللي عايز يرسل البيانات لو هو ما عندهوش معلومة الماك ادرس الخاص بالدستيناشن انه هو يبعت حاجة اسمها عرب ريكويست والارب ريكويست بتكون رسالة على مستوى لير 2 بتكون بطريقة البروتوكاست يعني هدفة نية توصل لكل الناس اللي موجودة في الشبكة وجوه الرسالة دي بيكون عندي معلومة السندر IP والتارجت IP والسندر ماك والتارجت ماك بنلاقي ان السندر IP معروف السندر ماك معروف التارجت IP ادرس معروف ولكن المسنج او النقص بالنسبة لنا بيكون هو التارجت ماك الجهاز اللي بيكون معاه التارجت IP بيقدر انه يشوف رسالة الارب وبيفهم ان هي عبارة عن ARP Request فبيفتح الرسالة دي وبيحاول ان هو يشوف هل الIP Address الARP Message دي او الARP Request او طلب الARP Information ده معني او مهتم ان هو يجيب الماك ادرس بتاعه هل انا معي نفس الIP Address ولا لا لو انا معي نفس الIP Address ده اللي هيحصل بمنطقة البساطة ان الجهاز هيرد على الشخص اللي ارسل الARP Request عن طريق ان هو يبعاك له رسالة ARP Reply بطريقة اليونيكاست يعني هيرد عليه هو الواحده ومش هيرد على باقي الناس اللي في الشبكة وهيقوله فيها حضرتك ان تتسأل على الTarget Mac اتفضل ادي الماك ادرس بتاعه طبعا الARP بيستخدم الاثر فريم او الاثر طايب 806 اعتقد ان هو ده الاثر طايب الخاص بالARP Message والاثر طايب اللي هو 806 بيكون معبر عن رسالة الARP ده مثلا على سبيل المثال بيخلي الاجهزة كلها اللي تستقبل الARP Message او الARP Request تعرف ان ده ARP Request وتبدأ ان هي تفك الARP Request وتقرأ او تفك الفريم عشان تقرأ الحاجة اللي موجودة جواه ده ازاي؟ عن طريق الاثر طايب ده بيمكن الاجهزة ان هي تعرف انه والله اللي موجود داخل هذه الفريم او اللي موجود داخل هذا الريكوست ان انا بيكون عندي رسالة ARP بيكون جواها سؤال على ايه هو Target Mac Address اللي انا عايز اتكلم معاه طبعا لو هنيجي نبص على Lab للARP ده ممكن يتم بمنطقة البساطة ان احنا بيكون عندنا شبكة بسيطة وفي الشبكة دي بيكون عندي الجهاز ده على سبيل المثال عايز اتكلم مع اللي هو جهاز مثلا 51 عايز اتكلم مع الجهاز او الجهاز اللي هو 101.1 طبعا هنلاحظ هنا ان 101.1 ده يعتبر جهاز خارج الشبكة اذا انا في الحالة دي محتاج ان انا اروح للجيتوي اللي هو 10.10.10.1 طيب في الحالة دي اللي هيحصل ايه في الحالة دي اللي هيحصل ان انا حبعت ARP Request واقول فيها 10.10.11.1 من فضلك رد علي بالمك ادرس بتاعك عشان ابعت لك الباكت او الفريم عشان حضرت لك بعكات تبعته للدستيناشن IP ادرس اللي انا عايز اتكلم معي طبعا الارب لو كان جوه نفس الشبكة انا في الحالة دي اللي بيحصل معي ان انا بجيب المسج او بجيب الارب result بتاعت او المك ادرس بتاعت جيتوي عشان اقدر ان انا ابعت البيانات لخارج الشبكة هنا حتى هلاقي ان في الى تارجت اي بي ادرس اللي موجود جوه الارب message بحط الارب address 13.1 طبعا الارب request بيكون بمنطقة البساطة عبارة عن Layer to frame وجوه Layer to frame ده ال Upper layer او الheader اللي بيكون موجود جوه ال layer ده بيكون عندي الارب request اللي هو بيكون عبارة عن السندر والتارجت ماك والسندر والتارجت اي بي وطبعا زي ما قلنا الجهاز اللي بيلاقي نفسه الشاي للاي بي ادرس اللي مكتوب في التارجت اي بي ادرس في الحالة دي بيرد بالماك ادرس بتاعه عن طريق الارب ريبلاي طبعا الارب ريكوست بيكون برودكاست معناه انه هو بيروح لدستنيشن اف 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 وبنقررها ثلاث مرات وده يعتبر برودكاست ادرس في الهكسا ديسيمل ولو التارجت كان داخل الشبكة طبعا ساعتها بكلم الجهاز بشكل مباشر اما لو التارجت او الديستنيشن كانت خارج الشبكة في الحالة دي انا بحاول انه اتواصل مع الجيتوي واجيب المك ادرس بتاعها وبعدها الجيتوي بترد علي بالمك ادرس وفي الحالة دي بيبقى عندي معلومات كاملة عن الفيزيكال ادرس واللوجيكال ادرس وبالتالي اقدر ان انا ابعت المعلومات دي طبعا معلومات الارب ريكوست اللي حضرتك بتحصل عليها بيتم حفظها في الارب كاش والارب كاش بالنسبة لي بيكون اللي هو زي ما احنا شوفنا مع بعض هنا بكتب ارب داش ايه فبقدر ان انا اشوف الارب كاش طبعا الارب ممكن اعمله دليت لكن عشان اعمل دليت للارب لو عملت دلوقتي للأسف حممكن افقد المك ادرس بتاع الجيتوي فده ممكن يؤدي القطع الاتصال مثلا يعني مثلا خليك انا نشوف مع بعض لو عملت ارب داش دي اولا هو هيترفض لان الامر ده محتاج فلو عملت كده حيقول لي ان الارب داش دي اوكي هو هنا في حاجة غلط في الامر فارب داش دي start اوكي لا اوكي هو هنا في حاجة غلط ممكن في الامر ده اوكي في حاجة كده هنا غلط اوكي ممكن يكون في حاجة غالط في وينتوس 11 ميخليني مش قدير ان اقرأنا الامر ده بس اتمنى ان الصورة تكون واضحة طبعا لو انا مسحت الارب اللي هيحصل من الجهاز بتاعه هيبعط ارب ريكوست تاني عشان يجيبي المعلومات وهكذا ده كده لاب ممكن نجرب عليه مع بعض معلومة الارب ونبدأ ان احنا نشوفه الارب بيشتغل ازاي فيلا مع بعض كده دلوقتي نشتغل في لاب نشوف منه الارب بيتم ازاي وايه الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها عشان نفهم فكرة الارب بطريقة اعمى طبعا هنفتح على بعض الباكت ريسر وهنحاول ان احنا نبني نفس الشبكة اللي شايفينا على الشاشة دي وطبعا زي ما احنا شايفين في الشبكة اللي موجودة معانا هنا احنا المطلوب مننا ان احنا يكون عندنا سويتش متصل براوتر متصل بسويتش فهنبدأ نعمل الكلام ده كده سريعا هيبع عندنا راوتر وعندنا هنا سويتش كهذا سويتش وسويتش تاني وبعدها بيكون معانا جهاز هنا ومعانا هنا جهاز اخر ومعانا هنا جهاز اخر وبعد كده هنستخدم عشان اربط الاجهزة دي كده كلها ببعض مع بعض بعد كده المفروض ان انا حبدأ اعمل اعدادات الائي بي سكيمة او اعدادات الشبكة حسب الرسمة اللي كانت موجودة عندي فحسب الشبكة اللي موجودة عندي انا المفروض يكون عندي في الجانب ده عندي شبكة 101010.0.24 وعندي في الجزء ده من الشبكة عندي شبكة 10101010.0.24 كذلك وهنا في المكان دوت المفروض ان الجتوي بتاعتي تكون 101010.1 فالمفروض تكون هي دي شكل الشبكة او هي دي تكون الائي بي سكيمة اللي موجودة عندي فتعالي كده مع بعض نبدأ الاول ان احنا ندخل على الروتر بتاعي محتاج بس ان انا في الباك تريسر اشوف هو الانترفيس ده هوات كام ده 00 وده فاست زير على واحد فبسم الله الرحمن الرحيم حبدأ الاول هنا حاول له انابل configure terminal interface gig 000 الائي بي ادرس اللي عايزك تكون هنا عليه 101010.1 بالماسك اللي هو 3.55.0 وعمل ينوشوت داون وفي الانترفيس اللي اسمه باست زيرو على واحد ادخل لي او باست واحد على زيرو اوكي واضح ان اردت اسم الانترفيس غلط فهو مفيش واحد على زيرو اعتقد ان ده كان انترفيس سويتش فهيكون هو جيج عفوا فهيوسع بس كده عشان اقدر شوف الانترفيس بشكل مناسب هيكون جيج زيرو على زيرو على واحد حقول له انترفيس جيج زيرو على زيرو على واحد هقول له ip address 101010.1.1.3.55.0 نوشوت داون write mem or write memory عشان اعمل save لconfigurations بعدها هدخل على الجهاز الاول دوت وحسب الرسمة اللي عندي المفروض هيكون ip address هنا 51 فهدخل على desktop ip configurations وهقول ال ip address هنا 101010.51.3.55.0 وبالنسبة للجيتوي زي ما قلنا هتكون هي الروتر 101010.1 دا كده الجهاز الاول الجهاز الثاني ممكن عشان اساهل ادينا نفسي اساها اخد دا كده copy عشان ما ضايبة اسرع هتقل على الجهاز الثاني والمفروض يكون ال ip address اللي عليه 52 والجيتوي هتكون واحد و الماسك بتاعي هيكون 55555555.0 واخيرا الجهاز الثالث هتقل بقى هنا وهقول ip address بتاعك 1010101.10 و الماسك بتاعي 3255.0 و 1010101.1 وشكرا جزيلا على كده دلوقتي اللي هنعمله مع بعض ان احنا هنجي هنا على الجهاز دوت و هنفتح command prompt اللي هي الخاصة باوامر البنج و هاولو انا عايز اعمل بنج على 10101052 جهاز موجود داخل نفس الشبكة هنا انا عايز اعمل بنج على الجهاز اللي هو مكتوب عليه bc3 الجهاز ده طيب المفروض ان دا دلوقتي اللي هيحصل ايه خلونا كده راجع مع بعض نظريا ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان الجهاز ده هيحاول يكلم الجهاز دوت هيلاقي ان هو ما عندوش الماك ادرس الخاص بيه هيبعت arp request بطريقة broadcast هتوصل للجهاز ده و هتوصل للروتر لكن الجهاز اللي هو bc3 ده فقط هو اللي هيرد على arp request عن طريق حاجة اسمها الارp reply طيب عشان نشوف العملية دي بتتم ازاي واحدة واحدة خلينا ندخل على السيميوليشن وفي السيميوليشن خلينا نعمل edit للفيلترز وخلينا نشيل checkbox من على كل الخواص ديت والخواص دي كمان مش محتاجها بس يعني عشان الوقت انا ممكن اشيل الحاجات اللي انا عارف ان انا حشوب بيانات ليها بتعدي عبر الشبكة فاعتقد ان DTB والSTB اللي هنعرفهم ان شاء الله بعدين هي دي الحاجات اللي انا ممكن اكون محتاجة ان انا اشيلها بالفعل واعتقد ان كده الموضوع تمام اللي هعمله دلوقتي ان انا من الجهاز دوتر هعمل البنج بتاعي او هعمل البنج المبدئي الاتنين وخمسين وحبدأ ان انا اقوله play فحصل ايه دلوقتي ابعت رسالة الرسالة رحت للجهازين اللي موجودين في الشبكة جهاز من الاتنين عمل علامة X على الرسالة الجهاز التاني رد على الرسالة واخيرا الرسالة رجعت للجهاز الاول تعالوا كده مع بعض نشوف الرسالة الاولى كانت عاملة ازاي الرسالة الاولى اهيه في الرسالة الاولى طلعت من بي سي تو والديستينيشن كانت برودكاست اف 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 لحد الآخر وكان جوه الرسالة دي ارب ريكوست والاثر طايف فاليو كانت تمنمية وستة وجوه الارب ريكوست كان عندي تارجت ماك باصفار والسورس ماك معرف ومعروف السورس اي بي مكتوب والتارجت اي بي كمان مكتوب لما الرسالة دي وصلت لبي سي رقم ثلاثة بي سي ثلاثة رد وقال ايه انا فعلا معي الماك ادرس ده فرد على الطالب او الجهاز اللي طلب الريكوست وطلب في الريكوست وحط في الريكوست ده التارجت ماك او حط في الريكوست ده معلومة الماك ادرس اللي نقصة معاه بعد هذا هنلاقي ان البينج ريكوست او البينج ببين الجهازين اشتغل بشكل طبيعي ليه؟ لان معلومة الارب تم تكوينها بالفعل بالمثل دلوقتي لو جينا نعمل نفس الحاجة للدستينيشن اللي هي بينج عشرة دوت مية واحد دوت واحد اللي هي خارج الشبكة اللي هيحصل لو احنا ماشينا برضو على نموذج السيميوليشن ان الرسالة هتروح لكل الاجهزة اللي في الشبكة بس المرة دي اللي هيرد هيكون الروتر هيرد بالماء ادرس الخاص بالجتوي بتاعته اللي هو اللي مربوط باي بي ادرس عشرة دوت عشرة دوت عشرة دوت واحد لان انا اصلا عندي في الدستينيشن او خلينا نقول انا اصلا عندي في الطارجت ماك او الطارجت اي بي ادرس اللي كان موجود كان عندي تارجت IP 13 1 ما كانش الIP أدرس الفعلي اللي هو خارج الشبكة اللي أنا عايز أتكلم معاه ولما هتكتمل الصورة وتكتمل المعلومات هنلاقي أن خلاص أنا فعلا برضو قدرت أن أنا أعمل بنج على الجهاز اللي خارج الشبكة بتاعتي ليه؟ لأن الراوتر ده بحكم وظيفته جايتوي يقدر أنه هو يوصني للأجهزة اللي هي خارج الشبكة أتمنى كده أن فكرة الأرب وطريقة شغله تكون واضحة بالنسبة لحضراتكم طبعا الأرب ريكوست لو ما كانش فيه جيتوي ما كانش عيروح للجيتوي أصلا لأن ما كانش عيبقى فيه إعدادات لجيتوي موجودة على الجهاز ده فبالتالي الرسالة ما كانتش هتبقى عارفة هي مفوت روح فين وطبعا أنت ممكن باستخدام السيميوليشن اللي شفتنا دلوقتي على الباكت تريسر تقدر أن أنت تعمل فلتريشن وتقدر أن أنت كمان تزود بعض الخواص اللي ممكن تساعدك أنك تحلل البيانات بطريقة سهلة وبسيطة زمان عشان كنت أقدر أشوف حاجة زي كده كنت ممكن أضطر أن أعمل داونلود لبيكاب فايل أو ملف الطاقات من على الإنترنت وأبدأ أن أعمله تحليل بأداء زي ويرشارك بس حاليا دلوقتي الباكت تريسر بيقدم لك الخواص دي من غير مجهود ومن غير تعب تقدر أن أنت تعمل كده طبعا أنت لما هتقدر جيتوي زي ما شرنا بعض الدنيا هتشتغل ولما هنشوف الربلاي المفروض هيكون فيه الماك أدرس اللي إحنا كنا طلبين إن إحنا نتكلم معه طبعا إمتى ممكن الارب ريكويستي باعت تاني لو الارب الانفورميشن اللي أنا تعلمتها اتمسعت من جهازي عادة كل نظام تشغيل بيكون ليه زي يعني خلنا نقول مدة زمنية خلالها بيخزم معلومات الارب اللي هو أتعلمها بعد كده بيمسح المعلومات دي عشان مش لاقي إن فيه استقدام لها ولكن لو أحتاجها تاني بيبعث الارب ريكويست عشان يفهمه طبعا في الويندوز على سبيل المثال الأمر اللي هو بيوريني إيه هو الارب انفورميشن أو خليني أقول بيوريني أسامي الانترفيسز أو الادي أو الاندكس الخاص بالانترفيس وباستخدام الاندكس أقدر إن أنا أعرف إيه هو الريتشابول تايم أو إيه هو المعلومات الخاصة بالارب كاش طبعا عشان أدليت الارب كاش اللي على الويندوز الأمر كان الارب داش دي لكن لسبب ما على ويندوز 11 الأمر مش شغال معنا وزي ما قلنا بيحتاج لكن على أجهزة سيسكو بحتاج إن أنا أعمل أمر كلير عشان أقدر إن أنا أمسح الارب الموجودة طبعا بس خليني عارفين إن الارب هو يعتبر بروتوكول بيشتغل في الطبقة التانية وفقا للأوس وبيقدر إن هو يعمل اي بي مابينج أو بيعمل رفط ما بين الماك أدرس والاي بي أدرس والإيثر طايف فاليو أو الطايف فاليو اللي بيكون موجودة في الفريم اللي بيكون جوار سلط أرب بتكون هكس 206 طبعا بنسمع بعض المصادر أو الناس ممكن تقول إن الأرب لير 2.5 ما فيش حاجة اسمها لير 2.5 هو لير 2 وطبعا الارب بيستخدم في حالة لو أنا بشتغل باي بي فيرجان 4 فقط هنشوف مع بعض إن في اي بي بي 6 الارب تقريبا ما بقاش موجود ويبقى في طريقة أخرى في اي بي فيرجان 6 أقدر منها إن أنا أجيب الماك أدرس المرتبط باي بي بي 6 معين طبعا الارب لما حنيجي نتكلم بقى في مجال النيتفورك سيكوريتي لمشاكل بتمكن هو بطبيعته بروتوكول ضعيف فبيؤدي لهجمات زي المانينزة ميد الأتاك لو إحنا ممكن نبقى عارفين أداء اسمها نتكات كانت بتستخدم يعني في 2010 كده وقبلها عشان تفصل الإنترنت على كل الأجهزة اللي موجودة معك في الشبكة وتخلي الإنترنت على جهازك أنت بس ببساطة شديدة التول دي أو الأداء دي كانت بتعتمد على فكرة الارب بويزونينج إن هي بتتلاعب في معلومات الارب للأجهزة اللي في الشبكة عارفاها طبعا لما تفهم الارب ده هيخليك عندك معلومات قوية هتساعدك بعد كده إن شاء الله في عمليات فحص المشكلات اللي في الشبكات وكمان لو قررت أنت تروح لمجال السايبر سيكوريتي أتمنى كده إن المحاضرة دي كانت بطحة ليكم وأتمنى إن المعلومات اللي فيها أكونوا بثقت إن أنا أوضحها بشكل كافي وشاكل جدا لكم وشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية